صخب سعر صرف الدولار لا يكتب بلغة الأرقام في الشارع العراقي يقتنع كثيرون بلعبة الأفعى والسلم في حسابات السوق الموازية أو السوق السوداء وما بين 1450 و 1300 لا يبرز الفارق فعليا لدى المستفيد النهائي مع سطوة البيع بالسوق الموازية والقول يعود للمختصين في حسابات المال وتصريفها تساؤل ثري بالغرابة أيضا لم تقدم حكومة الكاظمي تفسيرا لسعر الصرف عند حدود 1460 وكذلك لم تفعل حكومة السوداني عند تعديل السعر ل1300 الإجابة تأتي هذه المرة بلغة التحذير ودق جرس الإنذار لما يمكن أن تشهده السوق العراقية ويشهده البلد من أزمة عجز جديدة بما يؤكده مختصون في إطار ارتفاع التخصيصات المالية استنادا للبرنامج الحكومي وحول إمكانيتها من سد العجز بين بيع وزارة المالية الدولار للبنك المركزي بسعر 1460 وبين بيعه الآن بسعر 1300 يترافق هذا مع زيادة تمويل رواتب الموظفين أما عن أسباب قرار تعديل سعر الصرف فيذهب مسؤولون في الحكومة العراقية لما أسموها بالأنماط النقدية المتشددة لمحاربة التضخم التي ولدتها الأسواق غير مكتملة الشروط وهي بالطبع الأسواق الموازية للصرفة يبرز التحدي الأهم إذن بحسب خبراء بقدرة الحكوم على إيجاد حلول جذرية مثل السماح بالواردات من خلال خطوط ائتمان رسمية أو فرض ضوابط أكثر صرامة على وكالات تحويل الأموال لحل الأزمة من عدمها أي ما يعنيه محللون بتحدي على طاولة الحكومة فيما إذا كانت قادرة على تجاوز أزمة التضخم وإيجاد ضوابط لحركة العملة وبيعها إلى جانب النقطة الأكثر أهمية والمتمثلة بإيجاد منافذ أخرى لخزينة الدولة غير تلك المعتمدة فقط على الإنتاج النفطي للوصول لرفع حقيقي لقيمة الدنار العراقي الغائبة منذ الزمن والتي غاب معها انتعاش الاقتصادي العراقي